يمكن بعدك بتعاني من مشكلة خوف الحل لهذه المشكلة هو أن تأتي إلى يسوع المسيح تسلم حياتك بين إيدين يسوع المسيح في ناس خايفة عندها أمراض صعبة يمكن البعض اللي بشاهدنا سمع خبر يمكن صعب مرض كانسر مرض سرطان الله يعطيك أو يعطيك نعمة منسوب نعمة أعظم وأقوى وأن الكلمة الأخيرة للرب تشدد وتثبت في الرب ونحن نواصل بالصلاة من أجلك ومن أجلك أيضا في ناس خايفة أنه لا يكون عندها أولاد تأكد أن الرب قادر أن يعطيك أنت وزوجتك النسل الصالح في ناس خايفة عندها حيرة من الأديان صلي أنه الرب يعلن ذاته لإلك ما حابت المسيح تغمرك كل ما عليك أنك أنت ترفع عينيك وتقول له يا رب ارحمني أنا الإنسان الخاطئ أنا بشكرك أيها الرب يسوع لأنك مت على الصليب من أجل خطياي بشكرك لأنك قمت من الأموات وهزمت الموت وهزمت الشيطان وهزمت الجحيم وعطيتنا التبرير والحياة الأبدية يا رب أنا بدعوك اليوم إلى حياتي أنا بسلمك حياتي اليوم حتى تكون أنت مخلصة وربي وملكي وسيدي ساعدني من هذه اللحظة أعيش لإلك وأشهد عنك وملأني بالإيمان وبالروح القدس حتى أشعر بحضورك معي وتستجيب طلباتي وصلواتي الرب يباركك بحب أسمع منك ترجمة نانسي قنقر